السلام عليكم اعزائي تلميز سنة ثانية متوسط اليوم راح نقدموا الدرس الثاني من ملخص الفصل الثاني الدرس راح يكون على شبكات التواصل الاجتماعي راح نقدموا درس وفي نفس الوقت عندنا وضعية ادماجية نقدروا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي او شبكات التواصل الاجتماعي بصفة عامة راح نقدروا فيها ايضا لايجابياتها وسلبياتها درس شبكات التواصل الاجتماعي بصفة عامة رايح نديرو في وضعية ادماجية الملخص يشمل تعريف شبكة التواصل الاجتماعي رايح نعرفو انواعها ومخاطرها بهذا العنامين كامل رايح نديرو تعبير كتابي ايضا راح نطرقو الحاجة اللي هي ايجابياتها وسلبياتها ما درستوهاش لكن في الوضعيات الادماجية والادماج في الكتاب ديما يقولك اذكر ايجابيات وسلبيات اه شبكة التواصل الاجتماعي سلبياتها بطبيعة الحالة اللي هي ما خاطرها نحن رايح نطرقو الايجابياتها اول حاجة نبدو باول عنصر وهو تعريف شبكة التواصل الاجتماعي بصفة عامة وشهي هي مواقع الكترونية متنوعة تتيح فرصة التواصل والتفاعل بين الناس ومشاركة الاهتمامات ملخص قصير جدا مره بسرعة العنوان الثاني هو انواعها اللي هي عنا خمسة انواع كما درستوها في الكتاب لكن ملخصة عندنا مواقع تختص بتبادل عجل المعلومات اللي هي عبارة عن الشبكة التواصل الاجتماعي بصفة عامة فيها يقوموا المستخدمين بالتواصل المباشر والبحث على الاصدقاء وايضا معرفة كل شيء جديد في حياتهم هذا فيما يخص النوع الاول عندنا كمثال عندنا الفيسبوك هو فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي ايضا عندنا الانستغرام هذا مكامل مواقع التواصل الاجتماعي النوع الثاني هي مواقع بناء فرق العمل او التعاون او شنقص دبي هي مواقع الابحار او الملاحة مثل موقع ويز هو موقع ويز اصلا هو متخصص في المواقع الالكترونية وتحديد الاماكن والموقع الثاني دي هو مثلا جوجل والموقع بوكس الى غير ذلك هذا نقوم به بتحليل النصوص والبحوث اه وتبادل المعلومات هذا النوع الثاني من انواع شبكات التواصل الاجتماعي النوع الثالث هو مواقع اه الوسائط المتعددة اللي هي نديروا فيها مثلا بث الحي بث مباشر نديروا فيديوهات ايضا نخزنوا فيها كما موقع اليوتيوب هذا نقوم به اه تخزين بث مباشر ونشر وتحليل فيديوهات الى غير ذلك هذا النوع الثالث روحوا للنوع الرابع نوع الرابع مواقع استعراض هذا الرأي كين مواقع الاجوبة والاسئلة الاجتماعية كما ويب تيب كما موقع الطبي كما موقع كيوزا كما موقع اسكا ثورتي هندرد فايف تي سيكس هدم كول يقوم به باسئلة واجوبة اجتماعية سواء ثقافية او طبية الى غير ذلك ايضا موقع استعراض السلاع كما علي اكسبريس كما علي بابا هذه يعرضوا في السلاع ويقوموا بالاشهار النوع الاخير وهو مواقع الاجتماعية والترفيهية مثل مواقع مشاركة الالعاب الاجتماعية ومواقع العالم الافتراضي بينهم لانكدين وفيسبوك تويتر يوتيوب شير الى غير ذلك من هذه التطبيقات انا اعطيكم شرح فقط وانتم بامكانكم الاستغناء عن الشرح تأخذونا فقط ما كتبه لكم في الصورة فقط مخاطر الشبكات التواصل الاجتماعي هي مخاطرها هي نفسها سلبيتها الادمان وتضيع الوقت اه لاني حراف والعزلة ايضا الانتهاك خصوصيات الفرد انتشار الفساد والرذلة والاشاعت وروح نشوف اه اخر عنصر اللي هي وقتكم نحن ندره لكم من عندي اللي هي ايجابيات لوسائل التواصل الاجتماعي سلبيات تحدثنا الاجابيات اللي هي الاتصال الدائم بالعالم خلق فرص عمل وتعزيز التواصل ايضا حرية التعبير والرأي ايضا المساعدة على عملية التعلم الذاتي كملنا اه مرخص الدرس في صفة عامة الان نروح ندره التعبير كتابي على وسائل التواصل الاجتماعي او شبكات التواصل الاجتماعي عندنا المقدمة نعيش في عصر التكنولوجيا التي غيرت من ملامحي حياة الانسان والذين غمس في شبكات التواصل الاجتماعي فماذا يقصد بها وما هي محاسنها وكيف تتحول الى خطر علينا نفهم المقدمة ان رايحين ان تعرضوا المفهوم مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ومحاسنها ويعني ايجابياتها وسلبياتها بصفة عامة تابعوا معي العرض تتيح شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين فتح حسابات شخصية متعددة وتكوين علاقات عبر مواقع مختلفة مثل الفايسبوك واتساب ويوتيوب وغيرها من المواقع التي تسمح بالتواصل بين الناس في مختلف بقاع الارض جعلت هذه المواقع المسافات قصيرة بين الناس مما جعل من العالم قرية صغيرة يعبر فيها عن الاراء بحرية تامة وبالرغم من كل هذه الايجابيات الا انه لا يمكننا انكار حقيقة خطورتها على مستخدمها بكثرة فهي تسبب العزلة كما تعرض صحة المواطن للخطر كالسنة واتعاب العين وبها اي نقصة شبكات التواصل الاجتماعي يتم انتهاك خصوصيات الافراد والتشكيك في القيم وضرب العقيدة والوروج الى عالم الرذلة والفساد هذا بصفة عامة العرض الخاتمة ان شبكات التواصل الاجتماعي نعمة وجب الاستفادة منها وبالبقابل الحذر من سوء استعمالها الى هنا نصل واياكم الى ختام هذا الملخص استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لا تنسونا بفضل اعجابكم والاشتراك في القناة وتسجيل الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله الدرس القادم رايح يكون لحورية التعبير والرأي المخالف رايح نقوم ايضا تلخيصه رايح ندير عليه ايضا اه تعبير كتابي كيف تعودنا استعودكم الله السلام عليكم اشتركوا في القناة